أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الإمامة منصب إلهي عظيم والله يعطيه لمن يشاء إبراهيم الخليل بعد أن امتحنه الله وجده صالحا لكي يكون إماما قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وجعل الله الحسن والحسين وهما صغيران إمامين وقد قال النبي بحقهما وأحدهما عمره على الأكثر سبع سنوات والثاني ست سنوات قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا يعني هما إمامان في مرحلة الطفولة لم يقل النبي سيكونان إمامين إنما قال إمامان فمنذ الطفولة كان الحسن إماما ومنذ الطفولة كان الحسين إماما عبد الله الرضيع ليس استثناءا وهو طفل رضيع وقتل في سبيل الله لكن لا تنسى أنه مر عليه وهو في عالم البرزخ 1445 عاما وستة شهور فعبد الله الرضيع لابد أن نخرج من أننا نخاطب رضيعا إنما نخاطب عظيما من عظماء التاريخ هو في عالم البرزخ تحت رعاية إبراهيم الخليل كما في الأحاديث والروايات واليوم عمره 1445 عاما إضافة إلى ستة شهور حينما قتل هو عظيما من عظماء الله عز وجل رباني من ربانية هذه الأمة يوم كان طفلا صغيرا وإلى اليوم ولذلك نجد تفاعل الناس مع قضيته ملايين من الناس في كل مكان يبكون على مصيبته يتفاعلون مع قضيته ويرفعونه شعارا في كل مكان ليلة من الليالي في شهر محرم الحرام متخصصة لعبد الله الرضيع مع أن شهداء كربلا أكثر من سبعين شهيد وأغلبهم كانوا من الكبار لكن عبد الله الرضيع له خصوصية الله أعطاه لأن الله مقاييسه تختلف عن مقاييسنا نحن نحسب حساب العمر لكن بالنسبة لله الأعمار لا قيمة لها مريم حملت بعيسى تسع ساعات فقط ما كانت عليها آثار الحمل لكنها من يوم أن رأت الملك وبشرها بالمولود إلى أن وضعت حملها تسع ساعات بقية الناس يحتاجون إلى تسعة شهور وتسع ساعات وتسع دقائق بالنسبة إلى عبد الله الرضيع أيضا رفعه الله وجعله عظيما جعله شفيعا للمذنبين يوم القيامة وجعله باب مراد المحتاجين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة